حالة من عدم الاستقرار الجوي وفرصة لزخات من الأمطار اعتباراً من مساء يوم الأحد التفاصيل بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعين في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير النهار اليوم سادت أجواء مستقرة واستمرت الرياح الشرقية التي زادت من الإحساس بالبرودة بالهبوب في عموم مناطق المملكة يوم السبت توقع أن تستمر هذه الأجواء المستقرة أيضا تستمر الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية بالهبوب لكن اعتبارا من يوم الأحد تبدأ المملكة تدريجيا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة اعتبارا من ساعات مساء يوم الأحد وتشتد تدريجيا اعتبارا من ساعات ليلة الأحد على الأثنين وأيضا نهار يوم الأثنين تفاصيل هذا ما نتحدث عنه حاليا نستعرض بها هذه الخلائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم السبت وحتى يوم الأثنين نوم السبت كما ذكرنا تبقى الأجواء مستقرة تستمر المملكة تحت تأثير الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية التي تزيد من الإحساس بالبرود لكن اعتبارا من ساعات نهار يوم الأحد تقترب كتلة هوائية باردة في طبقات الجواء العالية من شرق البحر الأبيض المتوسط تعمل على تكاثر كميات كبيرة من الغيوم الماطرة فوق مياه شرق البحر الأبيض المتوسط لكن خلال ساعات مساء يوم الأحد تقترب هذه الكتلة الهوائية الباردة من الأراضي المصرية تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في عموم منطقة بلاد الشام وأيضا عموم مناطق المملكة حيث تصبح الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في شمال وسط وجنوب وشرق المملكة هذه الأمطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق وأيضا تتلافق مع حدوث الرعد أيضا في بعض المناطق تستمر هذه الأحوال جوية غير مستقرة حتى أو خلال نهار يوم الأثنين أيضا مع استمرار الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في عموم مناطق المملكة التوقع التجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 7 درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة تكون 6 درجات مئوية الرطوبة حوالي 70% والرياح تستمر جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة التوقع التجوية للعاصمة عمان لثلاث أيام القادمة يوم السابت 16 درجة مئوية كحرارة عظم أم الصغرى 9 درجات مئوية يوم الأحد 17 درجة مئوية كحرارة عظم أم الصغرى تسجل 7 درجات مئوية مع فرصة لتخاتم الأمطار كما ذكرنا الحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الأثنين تنخفض السجل 10 درجات مئوية فقط مع بدء تأثير المملكة بكتلة هوائية باردة أما الصغرى 5 درجات مئوية التوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم السابت نبدأها من المنطقة الشمالية تستمر الأجواء مستقرة بشكل عام مع استمرار لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي تزيل من الشعور بالبرودة المفرق 17 إلى 8 إربط 18 إلى 1 نفس الأجواء والحرارة في كل من جرش وعجلون المنطقة الوسطى الزرقاء 18 إلى 10 البلقاء 16 إلى 11 عمان 16 إلى 9 مأدوة 18 إلى 10 والبحر الميت 23 إلى 18 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 16 إلى 11 الطفيلة 14 إلى 10 الشربك 13 إلى 9 معان 18 إلى 10 والعقبة 23 إلى 17 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 8 الصفاوي 18 إلى 7 ونفس الأجواء والحرارات متوقعة في أرويشت إلى هنا تنتين نشرتنا بداية السبوع موافقاً تمنى لجميع اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري